الاهتمام بالشباب والحرص على إشراكهم بشكل مباشر في الحياة السياسية كان هدفاً وأولوية للقيادة السياسية للدولة وهو ما ظهر جلياً خلال العامين الماضيين عندما تم تتشين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التائرات السياسية والمشاركة في صنع القرار وهو ما تجل على أرض الواقع من تمثيل المشرف لشباب تنسيقية بداية من اختيار ستة نواب للمحافظين ثم اختيار مجموعة من الشباب في اللجان المختلفة في الهيئات الوطنية للإعلام وانضمام خمسة آخرين إلى مجلس الشيوخ بعد تقليل سن الترشح ثم دفع بستة وعشرين شاباً في انتخابات مجلس النواب واستهدفت ضم أصحاب الرأي الآخر والأيدولوجيات المختلفة من جميع التيارات الوطنية على مدى الثقة في الشباب وقدرتهم على تحقيق أهداف الدولة واستطاع ذلك الكيان أن يثبت نجاح تلك التجربة من خلال إيجاد قنوات اتصال مع جميع مؤسسات الدولة وإيجاد التقارب المطلوب فضلاً عن المشاركة بأوراق عمل ومشروعات قوانين كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ساهم بشكل قوي في عودة ثقة للشباب نحو المشاركة السياسية من جديد من خلال آليات مشروعة تعبر عن طموحاتهم وأفكارهم